السلام عليكم ورحمة الله يلا بينا جيني رتون كم من المراجعة بتاعتنا عندنا من درس معرض أحب بلدي أعطت المعلمة التلاميذ خريطة مصر وطلبت منهم تلوينها لعرضها في معرض أحب بلدي عايز أستخرج من الفكرة دي فعل فعل عندنا أعطت نوع ماضي أو طلبت برضو نوع ماضي لم التعليل لعرضها لعرضها اسم مفرد المعلمة جمعوا المعلمات أو خريطة جمعها خرائط أو معرض معارض حرف مشدد التلاميذ بعد اللام الشمسية في حرف مشدد بيجي أحب بو أحب بو والباقي هنا مشدد جملة فعلية بتبدأ بفعل أعطت المعلمة التلاميذ خريطة مصر اسم جمع التلاميذ مفرده التلميذ لام شمسية التلاميذ لام قمرية المعلمة مد ألف التلاميذ والممدود اللام مد ياء بلدي والممدود الياء أو التلاميذ والممدود الميم أو تلوينها والممدود الواو كلمة بيها تاق مفتوحة أعطت طلبت كلمة بيها تاق مربوطة المعلمة خريطة حرف جار في نوع منفصل قلنا حرف الجار من إلى عن على في الباء والكاف واللام في حروف جار منفصلة ومتصلة منفصلة يعني تيجي لوحدها في الجملة بتبسكش في إيد حد هي في ومن وإلى وعن وعلى طب المتصلة الباء والكاف واللام من درس مولودنا الجديد فجأتني أمي بخبر سعيد أننا ننتظر مولودا جديدا يا فرح سعدت كثيرا وجلست وتخيل هل سيكون لي أخت أم أخ تمنيت أن يكون لي أخت تلعب معي عايزة جملة فعلية فجأتني أمي بخبر سعيد أو جلست أتخيل هل سيكون لي أخت أم أخ أو تمنيت أن يكون لي أخت فعل فجأتني ماضي ننتظر مدارع سعدت ماضي جلست ماضي أتخيل مدارع سيكون مدارع تمنيت ماضي يكون مدارع تلعب مدارع اسلوب نداء يا أمنية مد ياء أمي والممدود الميم تنوين كثيرا مولودا نوع وفتح ياء ملكية أمي حرف مشدد أمي مد ألف أننا والممدود النون اسم مفرد خبر أخبار مولود مواليد اسلوب استفهام هل سيكون لي أخت أم أخ من درس مجاري النير تسقي الحقول في كل صباح أذهل مع أبي إلى الحقل للعمل في زراعة الأرز فأزيل الجسر وأفتح مجرى الماء لأسقي الحقول ذهبت اليوم كعادتي إلى مجرى المياه لأفتحها جملة فعليا أذهب مع أبي إلى الحقل أو أفتح مجرى الماء أو أزيل الجسر أو ذهبت اليوم كعادتي إلى مجرى المياه يا ملكية أبي أو عادتي فعل أذهب مدارع أفتح مدارع ذهبت ماضي أزيل مدارع ظرف صباح مضياء أبي مجاري تنوين صباح نوع كسر مد ألف زراعة الممدود الراء اسم مفرد الحقل جمع الحقول لام تعليل لأسقي لأسقي لازم يكون بعديها فعل مدارع من درس نول وخيوت نول وخيوت في بيوت بلدتنا أخميم بمحافظة سهاج أنوال وخيوت كل العائلات تغذر أغطية وسجادا ومفارج وشلانا وفي ليلة كنت جائزا أفكر فدخل يا خالي وسألني بماذا تفكر يا حمدي قلت لقد اقترب العيد وأريد أن أهدي أمي هدية جميلة فلذاك اقتراحات يا خالي عايزين أن يستخرج اسم خيوت محافظة سهاج أنوال خيوت فعل تغذل كنت أفكر دخلاه حرف مشدد سجادا سجادا اسلوب استفهام هلذاك اقتراحات يا خالي اسلوب نداء يا خالي قدات النداء يا من درس رحلة إلى المخيم ذهبت مع أصدقائي في رحلة إلى مخيم كشفين المكان واسع مليء بالجبال والسخور والرمال جهزنا المخيم ثم تجولنا للاستكشف المكان بعد فترة نظرت حولي لفلم أجد سوى الرمال والجبال أين المخيم؟ وأين أصدقائي لقد أضعت الطريق؟ عايزين نستخرج اسم أصدقائي رحلة مخيم المكان واسع الجبال والسخور والرمال كل ذي أسماء فعل سهبت ماضي حرف في وإلى والباء حرف جر أو ثم والواو يبقى عطف لام شمسية الصخور والرمال لام تعليل لناستكشف اسلوب نفي لم أجد سوى الرمال والجبال أداد النفي لم اسلوب استفهام أين المخيم؟ أين أصدقائي؟ من درس أبحث عن شريك صباح الخير ما اسمك؟ أنا كريم لماذا لا تجلس وتأكل طعامك حتى لا ينتهي الوقت؟ فأنا أرى طعاما كثيرا في هذا الصندوق نعم يا معلمة سأفعل ولكن علي أولا أن أبحث عن شريك هل يمكن أن توضح لي أكثر؟ أعيدا استخرج اسم أنا دضمير كريم اسم الخير الوقت طعاما كثيرا الصندوق فعل تجلس مدارع تأكل مدارع ينتهي المدارع سأفعل أبحث كل دي أفعيل مدارعا حرف و نوع عطف حرف مشدد الصندوق الصندوق الصادينة عليها شدة معلمتي أو اللام تنوين أولا نوع فتح القمرية الوقت السلوب نفي لا تجلس أو لا ينتهي أداة النفي لا أسلوب استفاه لماذا لا تجلس وتأكل طعامك حتى لا ينتهي الوقت الشمسية الصندوق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر